أكثر من تجمع للجالية المسلمة في الولايات المتحدة دعت فيه إلى نصرة الشعب اللبناني ودعمه إنسانياً ومعنوياً وهو يواجه العدوان الصيوني العديد من الشخصيات في المجمع الثقافي الإسلامي دعت في كلماتها إلى تعزيز الدعم الإنساني نحو بيروت أهلنا اليوم نازحون مهجرون نحن واجبنا إغاثة هؤلاء الملهوفين وضع أهلنا هناك صعب جداً ونحن كجالية ككل إنسان مؤمن إنسانياً يحمل هذه الروح الإنسانية ويحمل هم أهلنا هناك هم أهله هناك أن يتحرك لابد أن يتحرك جميعاً ما ساء مشق أضاءته أيضاً الشموع الضحايا الجالية العربية وقفت برجالها ونسائها وأطفالها رفعوا الإعلام وهتفوا إلى لبنان وعاهدوه أن يبقوا أوفياء له كل شيء نقدر نقوله أو نقدر نعمله أنه نحن نقف معهم كوقفات إنسانية كأي دعم مادي من خلال تبرعات مثلاً لأهلنا بالوطن أنا في هذه التظاهر أدعم بلدي لبنان الناس هناك يواجبون التحديات والأطفال يواجبون الموت الموقف صعب جداً العراقيون أيضاً كان لهم حضورهم المميز هناك أمنية للشعب في لبنان أن يكونوا في سلام وأن يكونوا آمنين وأن يكون الله معهم أنا عراقي وجدت بهذا التجمع نبادر ونقف مع أخوتنا اللبنانيين ونساندهم بكل ما نملك والحمد لله وشكر العراق دائماً سباق للخيرات تلقي الأحداث الجارية في لبنان بظلالها على الجالية العربية والإسلامية في الولايات المتحدة وهذا التجمع هو أحد مظاهر التعاطف والإسناد للشعب اللبناني هناك جعفر المسوي العراقية الإخبارية من ولاية مشقين شمال الولايات المتحدة